والله ده بجد يا أنغام دي يا أخي صوت غريب بقدر قوته بقدر حلوته في أصوات بتبقى قوية بس ما فيهاش حناوة وفي أصوات قد يكون فيها شيء من الحلاوة لكنها لا تحمل الطلاوة باللغة العربية كده صوت قوي أداء مبدع بس ما بين قصين أقدر أقولك صوت يمتلق بالإيمان يعني إيه يمتلق بالإيمان؟ يعني مؤمنة باللي بتغنيه صح يا أنغام كل سنوة طيبة ورمضان كريم الأول وإنت بألف صحة وسلامة ومشاهدينك وكل الناس بألف صحة وسلامة يا ربي يخليك يا رب أنا بقول صوت ممتلق بالإيمان مؤمنة بكل حرف في الغنوة صحيح والله صحيح جدا وبالمناسبة يعني عايزة من خلالك أهني كل الناس اللي قائمين على العمل الرائع ده فاتن أمل حربي بداية طبع من أستاذي والراجل اللي أنا بحترمه جدا الكاتب الكبير أستاذ راهيم عيسى الكاتب موضوع الحقيقة قوي جدا جريء جدا وأنا تعيدة جدا باللي بتفرج عليه وفرحان أبيه وحسن وهيغير شيء إن شاء الله وبهاني المخرج محمد العجل وملي كريم الجميلة رائعة على الأماء الحلوة قوي 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 المختلف جدا شريف سلامة اللي أنا كرهته من كل قلبي كل ستات مصر كرهت شريف سلامة لأنه أجادة دور إجادة فائقة لا هنكره شريف طبعا هنكره طبعا مش شريف نفسه يا اسمه سيف أيوة ودغتت يعني طبق أو يسترح بس للأسف في شبهه للأسف أنه في شبهه في كتير للأسف مع الأسف ده عمل حلو جميل وأنا شرفت الحقيقة أن أنا غنيت تيتر مسلسل بالأهمية دي وأنا على فترة يلصت أنا عايز أقولك أن أنا محزوزها شوية في موضوع الثلاث المسلسلات يعني ربنا ومديني نعمت أنه بيختروني في الأعمال الهامة من زمان من وقت العائلة وحديث صباح ومساء ومسلسل كبير زي فات الأعمال حربي يعني الحمد لله محزوز وأكيد والله أنا أشوف أنه إحنا اللي محزوزين بصراحة وبأمانة شديدة دون أي مجاملة لأنه بتبقى فرصة حلوة أنه إحنا مثلا نقعد نسمعك 30 يوم وربع عمض دي فرصة حلوة وأنا من المؤمنين دايما بأنه تتر المسلسل لما بيتغنى حلو بيدلنا انطبعات أحلى وأحلى يعني بعيشنا في جو المسلسل المزبوط فإيه اللي أحلى من صوت أنغام نبدأ بمسلسل فرمضاني يعني لا ودكتور ماتحة العدل الحقيقة كمان كاتب كلام رائع وقوي وحقيقي وفيه كده إلهام يعني ده اللي عجبني أنه ملهم جدا الحقيقة يعني بس كده دايما أنغامها تتحط في المربع بتاعت إيه اللي هي إيه المطربة التي تواجه الرجل الظالم المفتري لا مش دايما والله ما دي مش أول غنوة صلاح؟ لا والله أبدا ولكن لازم نبقى مع يعني السيدات اللي يعدوا بالظروف القاسية دي لازم نبقى جنبهم ونعبر عنهم والمثالات اللي برضو أمورها كويسة وبتعرف تدلعها برضو ما يجراش حاجة مفترض 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 أنا عايز أشكرك جدا 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 على الغنوة أشكرك بجد حقيقي شكرا للمبدعين طبعا دكتور متحط العدل وأحمد العدل الملاحن ونادر حمدي شكرا لهم هم قبل مني يعني هم اللي أبداعوا الحقيقة وأنا كنت محظوظة أني غنيت العمل ده مين بقى اللي كلمك هل أستاذ جمال العدل ولا مندو ولا دكتور متحط ولا أبراهيم عيسى أمين دكتور متحط اللي هو اللي كلمني وبعد كده لما غنيت وسجلت يعني حطيت صوتي على التتر أستاذ إبراهيم بعت لي تحقيقة حقيقة ما تتنسيش أقصت هو باعتبر أستاذ إبراهيم صديق عزيز جدا علي يعني يا حوية فأنا عارف مدى إعجابه بيك وحرصه على حضور الحفلات وحاجات زي كده عشان جدا جي في بالي قلت إيه ممكن يكون الترشيح جيمل أستاذ إبراهيم عيسى باعتبره كتب المسلسل فقاعد مع الدكتور متحط وقاعدوا تشاوروا مع بعض بصراحة ما سألتش السؤال ده بس يعني في كل الحالات أنا محظوظة ومبسوطة قوي بالنجاح المحقق لتتر ومبسوطة بنجاح المسلسل وإن شاء الله نستنى أصدق يعني إيجابية جدا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله احنا نشكرك فعلا على إنه غنيتي تتر المسلسل ده لأنه ما كانش حد يعرف يغنيه غيرك بصراحة الله يحفظ واشكرك على المداخلة ونسه قاعد عمال بحلم أنا باللقاء المؤجل بقاله يجي السنتين ده معك حق هو احنا كان في يعني الظروف بقى ربينا ما يعيدها باش خلاص الدنيا بتتحسن هاي خلاص اهو وقعنا بقى زال فل اهو ماشي بإذن الله تنورينا وتشرفينا لما وقتك يسمح إن شاء الله ألف 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 شكر لليكي وتهانينا مرة تانية شكرا لحظ شكرا لليكي جدا يا نغيم ألف شكر